أخ يسأل يقول ما حكم القطع التي على القبور التي نكتب فيها أسماء الأموات بعضهم يقولون حرام وبعضهم يقولون ليس حرام يعني الجمهور على كراهة هذا لغير الضرورة الجمهور على كراهة وليس تحريما ليس حراما ويكتب على قدر الحاجة بعض الناس يكتبون فلان الدكتور العلامة الكذا هو مات انتهى الموضوع مات ودفنت معه ألقابه هذه كلها لن تنفعه في شيء هو الآن يبحث منك عن دعوة لا يبحث عن تفاخر لا يبحث عن شرف مكانه يعني والله عجيب أبوا إلا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور فمثل هذا لا يجوز لكن بمجرد كتابة الاسم إذا كان للضرورة خشية أن يضيع القبر بين القبور خاصة في المقابر الكبيرة أو المقابر التي تتوسع يضع اسما إذا كان للحاجة والضرورة إن شاء الله ليس فيها مشكلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من أصحابه من الصحابة الكرام وهو أول دفين في مقبرة البقيع وضع حجارة على رأس القبر فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الحجارة يبدو أن هذا كان غير مألوف قال كي أتعرف به على قبر أخي عندما أزوره إذن هذا دليل على أن الوسيلة التي نتعرف بها على القبور جائزة فإذا كانت مجرد حجرة لا تكفي يعني كل الحالين كل القبور عليها أحجار أو عليها هذه الأمور فربما يضيع فإذا وضع اسم مجرد يعني بقطعة من حجر أو مرمر أو كذا دون تفاخر ودون بناء على القبور ودون هذه الزخارف لا حجر يعني أو مرمر يكتب عليه الاسم وحتى لا بس أن يكتب تاريخ الوفاة إن شاء الله ليس فيها مشكلة لأن الجمهور قالوا بالكراها ليس للتحريم يعني